السلام عليكم ورحمة بكم معي في قناة حلوية أسماء اليوم إن شاء الله سنقدم لكم خبيزات اللي كي يجوا رطبين وهائلين بحالين قدروا نشيرهم من مخابز أو أحسن هالخبيزات طلبتهم مني بزاف في الفيديو دي الوجبات اليوم كامل في الويكيند وكان أعتدر أني تعطلتها لكم نتمنى أن هذا الوصفة اليوم أتنال إعجابكم أنكم تجربوها وفرجة ممتعة على بركتي الله في العجانة أو في القصة اللي موجود عند السيدة تستعملوا عندنا 600 قرام أو 6 دي الكيسان دي الدقيق دي الفورس أو الفارينة أو الدقيق الأبيض هذي نحتاج معه هنا 30 قرام دي المخالة دي الدقيق القمح هذي المخالة كيف ما كتلاحظونا تعملت وضعتها لكم في الكاس بس شوفوش حل القياس المخالة اللي متوفرش عندها يمكن لكم ستتعوضوها بالدقيق دي الفينو أو دقيق القمح الصلب أو السميدة ستعوضوها تقريبا 1 ججمعانك كبار سنزيد 1 ججمعانك كبار من الحليب المجفف أو نيدو إذا ما توفرش عند السيدة يمكن لها تستغنى عليه كذلك سنحتاج ملعقة كبيرة دي الخميرة دي الخبز الفورية أو الطرية ملعقة كبيرة من السكر وملعقة صغيرة من الزيت النباتية ملعقة صغيرة دي الملح سوف يحتاجوا للماء دا فيه باش هدين نعجلو الخبز دينا فكام قوك نزيدو في الماء شو بشوية كيف ما العادة حتى كنا نجمعوح العجين اللي كتكون متماسكة في نفس الوقت ما كتكونش قاسحة بزا في يعني كتكون كتلصق في اليدين بعد مجمعات العجين هدا هو اللي قوام ديه وكيف ما كتشاهدو عجين هو متماسك مشي جاري ولكن كيتلصق في اليدين الآن غادي نغطيو عليه مادشنا نعجلوه مباشرة نغطيو عليه مدة دي الخمسة ديالتقائق تلع عشر ديالتقائق على حسب الوقت اللي مصفر عندنا كان نغطيو عليه وكان نرجعوه من بعد ما كدوز ديك خمسة ديالتقائق كيكون نرتاح ليه العجين شوية وكان بدان ديلكو حتى كي ما كيبقاش كيتلصق نهائيا بعد ما كان ديك العجينة دياليك شوية كيف ما كتشاهدو كما كتبقاش كتلصق كنحاول أناني المسطة شوية وكان نضيف ملعقة كبيرة من الزبدة هاد الملعقة ديال الزبدة إذا بغيت تستغنى عليها يمكن ليكم ولكن هي اللي كتعطينا ذيك الطارة والخبز ووخا كي يبقى يعني كت ترجعوه تسخنوه كي يرجع يرطاب ويرجع بحلي يالله طيبته فملعقة كبيرة كنضيفها وكان ديلكها جيدا حتى كتت تخلي مع العجينة كتولي لي بهذه الشكل عجينة مطاطية ورطبة الآن غدا نغطي عليها ونخليها حتى كتخمر مزيان ويدعى في الحجم ديالها بعد ما كتخمر لي العجينة كناخدها ونوضعها فوق سطح العمل لي نكون رشيته بشوية ديال الضقيق كنحاول شكلها بهذا الشكل وكان قطعها لقطع أنا استعملت في كل قطعة 100 جرام ديال الوزن تقريبا كنحاولو قدوك القطع ديال العجين شكلهم كويرات هنا هاد المرحلة ما صورتها لانه كان الباتري ديال الكاميرا كميلية فكنت مضطرة اني نحيدو باش نشارجيه فكان طريقة معروفة كان نشكلو كل قطعة ديال العجين على شكل ديال الكويران حاولو قدوك قدوك دون بيت كان بدوو نقرسوهم بهذا الشكل بعد ما كارزحو شوية كان نرش شوية ديال الدقيق الفينو أو دقيق القمح الصلب لي كيكون شوية حرش كان نرشو كمية قليلة بزاف باش الخبز يجين اللوم دياله حمر يجين زوين نرشو كمية قليلة وكان بدونا نبسطو بالها العجين ديالنا او الكويرات بدلاك على هاد الشكل ودك السوم كلي لحطو حاولو قدر الامكان اننا نعطيو الخبزات ديالنا شكل دائري مقاد باش من بعد مني طيبو يجي المنظر ديالهم او شكل ديالهم دائري وزوين كان قام استمرين بهاد الشكل وكان وضعو الخبزات ديالنا فلاطال ايما تكون فرشة بالورقة ديال الطاية ولا ندهنوها ونرشوها بالدقيق بعد ما نقرس او نبسط الخبزات صافي هنا عمرت اول لاطا غتي نغطيع الخبزات ونخليهم تكي يخمروا يدعف الحجم ديالهم ضروري جدا هاد المرحلة يعني يدي الاختمار اه في الخبز بالمعجرة بصفة عامة باش يجونا خفاف ويجونا رطبين بعد ما كيضاف لي الحجم ديالهم كناخد هنا شي حاجة باش كنشرطهم به هاد الشكل شي حاجة الليكون مادية ممكن غير موس صافي وكندخلهم فران يكون مسخن من قبل حتى كيطابوه وتحمره ديال الخبزات ديالي من بعد ما كيطابوه وتحمره كيجي اللون ديالهم جد جميل كيجيوا محمرين وكذلك كيجيوا رطبين بزاف وبنان الاخوات اللي كي كيشيروا بزاف الخبز من المخبزة يعني هاد خبز اللي جد رائع خدي يجبكم ان شاء الله نتمنى ان هاد الوصفة ديال اليوم اتنا اللي اعجابكم ونتمنى انكم تجربوها اذا عجبتكم ما تنساش كيف ملعادة ديروا جانب شتركوا بالقناة وفعلوا جرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي من الوصفات ما تنساش كذلك تالك ديالكم الرائعة لدائما انك تشجعني نعطي المزيد والمزيد شكرا بزافة المتابعة وانطلقوا فيديو جديد ان شاء الله